بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا ربي دايما تكونوا بألف خير ان شاء الله نهاردة هنعمل كيك الشوكولت الغاني جدا بطريقة مبسطة وبطعم خاطير جدا ومميز وبمكونات بسيطة خالص ويلا نسمي بالله ونشوف هنعمله ازاي شايفين معايا تبارك الرحمن غاني جدا كيك حلوة وغرقانة كده بالسوس الشوكولت واقتصادي في نفس الوقت ومش مكلف خالص يلا كده نسمي بالله ونشوف هنعمله ازاي ما شاء الله اللهم بارك كريمي جدا والكيكة هشة وغنية وفي نفس الوقت في منتهى طعامة يلا نسمي بالله وندخل نشوف هنعملها ازاي اول حاجة كده حبايبي احنا هنعمل كيك اقتصادي النهاردة مش مكلف خالص اول حاجة عندي اتنين كوب من الدقيق منخول وعندي كوب من السكر فاتح او جامق مش هيفرق وعندي معلقتين من الكاكا وخمس معلق من الزيت وعندي معلقة من البيكنج بودر ومعلقة من الخل الكيكة عندنا اقتصادي بدون بيد وبدون حليم ويه كمان عندي كوب ونص من المية هنحط الكوب ونص من المية في بولا كده ونبتدي ننزل عليهم بالسكر اللي عندي ونفضل نقلب في السكر لحد ما يختفيه ويدوب تماما زي ما احنا شايفين كده ادنا مستمرة بالتقليب مش هنحتاج هنا خلاط ولا هنحتاج مضرب بيض هي كيكة سهلة جدا ومش هتاخد مننا وقت بعد كده هننزل بقى بالمكونات الجفة عندي دقيق. بس هننخله كمان مرة كده واحنا بنضيفه وهنضيف المعلقتين الكاكاو ممكن تقليبي الكاكاو في الدقيق عادي وممكن تقليبيه زي ما انا بعمل كده تنخليه ونخلت الكاكاو كمان عشان اتخلص من اي تكتلات موجودة فيه. هقلب بقى هنخل كل المكونات الجفة ادي والكاكاو واقلبهم كده وابتدي اقلب لحد ما شوف المواد السيلة اللي عندي هتاخدهم كلهم ولا هيفيد مني حاجة يعني ما اضيفش المكونات الجفة مرة واحدة علشان الكيكة متطلعش معي تقيلة هبتدي اضيف شوية شوية كده لحد ما شوف قوام الكيك عندي عامل ازاي يعني شوفوا كل مرة ببقي شوية واقلب لحد ما شوف قوام الكيك ما شاء الله انا شايفة ان القوام ده كويس ممكن اضيف شوية صغيرين جدا اه نص معلقة ولا حاجة شايفين معي كده ونشوف قوام الكيك كده ما شاء الله واقلبي باستمرار ايدك مستمرة بالتقليب اه علشان ما يبقاش في اي تكتلات في الكيك انا شايفة ان القوام ده كويس جدا هبتدي بقى اجيب بتاعي لها دخله الفرن اه مبطنة كده دهانته معلقة زيت فرش زيت وكمان بطنته بالدقيق هبتدي اه 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 اجيب الكيك بتاعي شايفين قوامه ما شاء الله هو ده السمك اللي انا عايزاه وابتدي اه اه افرده بقى في البايركس بتاعي وادخله الفرن انا مولع الفرن قبل ما ابتدي في الكيك على درجة حرارة مية وتمانين اه على رفق اوسط عندي بقى هنعمل اه كريما اللي هنحطها للكيك اه علشان انا محتاجها تبرد عندي كبايتين من الحليب اه اه او كبايت حليب وكبايت مية اه وبعد كده هنضيف عليهم معلقتين من النشا وكمان معلقتين من الكاكاو والكاكاو لازم يكون هنا نوع كويس علشان يديك نتيجة حلوة وطعمه يبقى مميز كده ولزيز خلاص اه ضفت معلقتين من الكاكاو ومعلقتين من النشا وكبايتين حليب وكمان هنضيف معلقتين سكر علشان يدينا اه طعم مسكر للكريمة اللي احنا هنعملها للكيك وهنضيف كمان اه باكت كده من الفانيليا البودر هنقلب المكونات بتاعتنا بقى ونفضل ادنا فيها مستمرة على النار يعني انا حطيت كل المكونات دي على البارد وعد كده رفعتها على النار وهبتدي اقلب فيها اه تقليب مستمر لحد ما نحصل على كريمة اه 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 طريقية كده وحلوة ومميزة هنبتدي بقى بعد ما الكريمة بتاعتنا اه تخلص وتبتدي بقى تطلع فقاكية كده وتغلي هنشو زي ما احنا شايفين كده كده تبقى استوت معانا وعشان نتخلص من طعم النشا هنضيف مكعب واحد من الزبدة ونطفي النار على طول والزبدة هتدوب معانا بفعل الحرارة اه لان الخليط عندنا سخن الكيك بتاعي طلع من الفرن ما شاء الله عملت له تست كده اه طلع اه الشيش عصاية الشيش نظيفة يعني مستوي جدا وما تقلقيش جدا خالص من التفليقة اللي في وش الكيك دي دي معناها ان الكيك بتاعي ناجح جدا وآآ ممتاز الكيك هش وجميل آآ سبت البايركس يهدى معايا كده حوالي ربع ساعة وبعد كده جيت آآ جبت كوباية من الحليب آآ البارد آآ ضفتها كده ساقتها للكيك بتاعي آآ بس نخلي بالنا واحنا بنضيف الحليب لازم نسيب البايركس يهدى خاصة لو عاملة في بايركس علشان ما يفرقعش منك او يحصل له اي حاجة هنعمل بقى جبنا الكريمة بتاعتنا كانت بردت خالص آآ هنضيف ليها آآ اتنين معلقة من الكريم شانتي البودر ونبتدي نخفقها كده بالمضرب لحد ما آآ تبقى سميكة معانا شوية وعلشان نحط الكريمة وتنفش معانا لازم يكون الخليط اللي بنحطها عليه آآ بارد فما ينفعش نحطها على الكريمة وإحنا بنزلينها على النار دي خطوة مهمة جدا ضربت الكريمة بتاعتي ونزلت بيها بقى على الكيك بعد ما برد معايا خالص وحطتها بقى في التلاجة بس طبعا كالعادة انتو عارفين ان احنا ما ما بزبرش على تقطيع الكيك المفروض يبات في التلاجة بس طبعا آآ كل واقف مستني فقطعتها يعني بعد تقريبا ساعة وهنبتدي بقى نشوف ما شاء الله اللهم بارد الكيك بتاعتنا عاملة ازاي؟ ما شاء الله تحفة شكلها جميل جدا ما شاء الله الكيك هشة مع انها مش مرتفعة قوي لان انا عاملها في صانية كبيرة ومشاء الله غنية كده شربة من الحليب وكمان الكريمة غنية جدا وتحفة والطعم خطير جدا ما شاء الله مش قادرة بطل اكل منها تحفة جدا جربوها هتعجبكم جدا الكيك كيك الشوكلت بطريقة مميزة ولو عجبكم الفيديو لايك وشير اشتركوا في القناة